اشتركوا في القناة اقول لكم انه هو قدى اكتر من 73 الف ساعة في 20 غابة استوائية وان البعض بيزعم ان الرجل ده هو الرجل الوحيد او الانسان الوحيد على وجه الارض اللي قدى 23 الف ساعة في غابة استوائية واول ما كان في مصر فترة الاخيرة اتفقنا على اللقاء وتعطى اللقاءنا لان مصر استقبلته بحب وترحاب والحرمية اشتوا بيته من كل حاجة هو مش متداق من الحاجات اللي راحت بسبب الحاجات اللي ممكن تسوي فلوس هو بيتكلم عن الفكر والافكار والحكاية خلوني ارحب بضيفي الكبير الرحالة او ابن بطوطة المصري احمد الشهاوي استاذ احمد اهلا وسهلا بيك ومنور محطتنا اهلا بيك كان صعب اول اصلا مش متوقع انا رحت اخطر الاماكن على وجه الارض جزيرة مندناو اللي قاعد فيها ابو سيافي كل اي انسان يخاف القرب من هذه المنطقة ابو سيافي ده مين ابو سيافي اللي في جزر الفلبين الجماعات المترفة اي واحد بقرب منهم بيقتلوه رحت هذه الجزر رحت كولومبيا وكنت على مغربة من تجار الهروين اخطر ناس على وجه الارض وهناك ما تسرقتش كولومبيا اكوادور كل امريكا الجنوبية كل دول جنوب شرق اسيا تقريبا كل دول خط الاستواء اوروبا واسيا الدنيا كلها ما تسرقتش واجه هنا في بلدي في اللي هي انا حاسس بالامان طبعا مش متوقع اي حاجة خلاص وتاني اول ما اوصل ياخده وطبعا هي المشكلة في المعلومات اللي موجودة على الليبتوب معلومات لا تقدر فعلا بمال وتعب سنين كل موجودة ولكن هي احنا بنقولها كمفرقة ولكن مصر فعلا بلدي الامان واقمن من حتة كتيرة جدا يمكن ظروفك وحظك اللي كان سيء جدا والله يعني حدباني النتائج اذا قدروا يرجعوا للحاجات بتاعت ده دعوة الرجل بيطالب بحاجته وطالب اهم حاجة اللابتوب والحاجة اللي موجودة على الكمبيوتر المحمول عايز اقول الانتقال من الهندسة للرحالة ده جزة هي ما كانش مخطط لها هو حب الصفر والتنقل ده طول عمر موجود بس بسافر دول الاوروبية يعني زي اي واحد وبينزل في العواصم والفنادق لكن فكرة التمرد العنيف دي جات يعني الاول انا في مجال الهندسة بقول ايه انا اديت للهندسة كل ما عندي وخدت منها اكثر ما عنده ويعني في سنين بسيطة كنت كبير مهندسين لشركات كبيرة المانية ليه 16 اختراع واخد جيزة احسن اختراع في غرب النمسا عردت عليها على ايه كنت اخترت ايه عملت ماكينة كت اول اوروبي او هم بيقولوا اول اوروبي انا افتخر بان اقول اول مصري او اول عربي اول اوروبي يعمل ماكينة تعمل على دقة واحد عالمية من المليمتر دي كتل ماكينة اللي خدت عليها الجيزة وبعدها عملت ماكينة اكثر من ذلك انا اتعملت مع ماكينة من اخطر الاماكن على وجه الارض اللي كل المهندسين يخافوا التعامل معها الماكينة دي بدون الدخول في التفاصيل عشان العملية الهندسية السرية بتتعامل مع هيدورجين مسخن لدرجة الف درجة مئوية يعني زارة اكسوجين تيجي جنب البتاع ده وينفجر البيت واللي فيه واللي كل البتاع انك تتعامل مع هذه الماكينة وتصمم وحدات امان لهذه الماكينة كان اغلب المهندسين الاوروبيين يهربوا من هذا الموضوع عمليات خطيرة جدا يعني اطعت شوت كبير او في الهندسة اه طبعا طبعا كنت يعني اسميها انا وصلت فعلا للهندسة لدرجة اني قلت وما زبعت يعني فيه خلال سنين بسيطة المنصب واللي طبعا كانت حياتي مختلفة عن الوضع الحالي وجات لحظة من لحظات التمرد قلت لا انا كفاية كده يعني شوية الفلوس دول يكفوني بقيت العم وبعدين انا مش عايز الموضوع ده خالص ولا عايز بدلة ولا عايز كرفضت من اليوم وتمردت على هذا الموضوع وقلت لمراتي هاتي للبنطلون الجنس اللي في البدرون والشنطة القديمة قلت لي رايح فين قلت لها انا سمعت ان فيه غابات واحد صحبي صيني زمان حكال ان فيه غابات في جنوب غرب الصين وشمال لاوس وفييتنام غابات لم يمسسها بشر فانا عايز اروح اشوف الغابات دي لمن عشرين سنة بشمال اه طبعا من عشرين سنة بدأت الفكرة هي سميها فعلا لحظة من لحظات التمرد لحظة من لحظات التمرد وانا بقى احيي التمرد واحترم التمرد بكل انواعه طبعا بحيث ما يأثرش على الاخرين طبعا انك تنجح نجاح كلاسيكي تنجح وتتجوز وتعمل فلوس وتعمل عائلة وبيت ده شيء عادي وبعدين وبعدين تعيش مش عاف كم سنة وتنوت يعني انا حاسس ان رسالة الانسان على الارض اكبر من ذلك بكثير وكل ما كبرت الاحلام كل ما تعبت في وصولها او في الوصول اليها الاجسام انت حافظ شعر عربي كمان لا لا دانالية في الشعر يعني مجال ومجال يعني كنت احسن شعر فيك كل ما كبرت الاحلام انا مش فاك لا انا لبيت انا مش فاكرو بالزبط ده متاريال احنا طبعا بصها جماعة انا وعد مني ومحطة مصر ان احنا مع مشكلة تقنية صغيرة خلت مش معنا فيديوهات كتير ولكن في جزء تاني سواء بشمونس احمد شرفنا واحنا بعثنا له كاميرا عشان الحكايات قوية جدا 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 مع هذا الرجل واعتقد انه يستحق حكاياته كمان ده فين الان دي في جزيرة في المحيط الهندي ودول قبائل الفيداس دول اقدم القبائل البشرية المعروفة على وجه الارض قاطبة يعني يقال انهم الجنس المباشر بعد انسان العصر الحجري هذه القبيلة لا يوجد منها غير حوالي سبعين واحد على قيد الحياة انا عشت معاهم تمانية وعشرين يوم والناس هناك بيسموهم الياكس الياكس يعني العفريت عشان هما ما بيحلقوا الشعرهم خلص او القبائل الشيطانية والقبائل دي لها فضل كبير علي انا عند هذه القبيلة جاني مرض الملاريا وكان بيني وبين اول نقطة اقصى الله يمكن حوالي 12-13 يوم سيرا على الاقدام ده مين ده ده واحد من اهل القبيلة بيولع نار النار هناك بيولع لو تلع نار بين القبائل اللي هترق مختلفة القبيلة دي يقال انها اول قبيلة او اول انسان عرف الحديد ولذلك هتلاقي معهم قطعة من الحديد من اول الحددين اللي على وجه الارض دي فين مكانها تاني دي؟ نعم دي مكانها فين؟ دي في جزيرة في المحيط الهادي انا ما بذكرش اسم الجزيرة بالظبط لاني في مليون واحد عايزين يروحوا يفسدوا عليهم حياتهم وانا عايز اسيب الناس دول يفضلوا يقدوا حياتهم في امان الناس دي ناس مسالمة جدا 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 وناس طيبة جدا يا ريت الاعداد نكتب ورا مش مهن تسعمل عشان ما فيش حاجة طوعة مننا المعلومات دي مهمة جدا جدا يا ريت يا جماعة بالله عليكم هم الناس بس بيخافوا منهم عشان شعورهم طويلة انا بقول لي سيادتك وانا ما جات للمالاريا وفضلت نايم على الارض والحمة تملكت مني ولقيت واحدة ست من الناك بيجيبوا نوع من نباتات والكلام ده انا قلته في اكتر من برنامج تلفزيوني هناك نبات يعالج من المالاريا انت في الاول اهود انت ظهرت في الاول مع القبيلة وازاي قدرت تتفاعل معهم؟ الناس دي يعني احنا الناس دي اما بتروح لهم انت ما بتروح لهمش احنا نقولوا تقرب منهم وتخليهم هم يكتشفون بس اسمح لي اكمل حتة المالاريا ارجوك ارجوك لان دي حتة اعلن حتة مهمة جدا اما جات للمالاريا فجابوا نبات وباوا يدقوا ويحطوه في بقي ويحطوه لمية وفعلا بعد اربع تيام قدرت اقف على رجلية واستعيد صحتي من مرض المالاريا المرض القاتل هم القبائل دي بيقدسوا الارض الارض عندهم بيقولك الارض هي اللي بتطلع لنا الاكل هي اللي بتطلع لنا السمار وحتى اما بنموت الارض بتأخذنا في احضانها دي بعض الرأسات بتاعدتهم للأسف اثناء عمل هذا الفيديو هو طبعا جزء من فيديو طويل جدا الصوت في الكاميرا بسبب نسبة الرطوبة توقف فلذلك هنا ما فيش صوت حقيقي مع هذي الافلام ولكن الصور لوحديها قوية جدا طبعا طبعا الناس ناس طيبين جدا والناس دي كلهم اخدوني وحبوني وانا حبيتهم وانا فعلا بيبقى صعب علي جدا ان افارق هؤلاء الناس مش هتكلم عن الكتاب قبل ما اسألك عن الكتاب 72 دولة في 20 سنة صرفت على ده منين انا اللي كسبته في الهندسة قررت ان اخلص عليه سماشا قالتك شهود واضح انك كسبت كتير من الهندسة اه اه طبعا انا كنت في منصب كبير وكان مرتبي حتى بالنسبة الالمانيا والنمسا يعني من المرتبات الضخمة جدا كنت في منصب كبير جدا كنت في كبير مهندسين لشركات المانية 38 مهندس وانا المصمم وبعدين انا مش كنت بعمل بصمم ماكينات عادية انا كنت باصمم ما لم يصمم من قبل يعني بلغتنا المصري مهمتي ان اخترع ماكينات وانا قبلت هذا التحدي ومشيت فيه مشوار طويل وكسبت فيه فلوس كتيرة وقررت ان اصرف هذي الفلوس تاني في الهواية وامرتك كانت معك ولا سبتها بقى واخدت البنطنون ومشي اللي بيحصل انا اخدت الشنطة انا اخدت الشنطة من البدروم واخدت البنطنون الجنس دي كانت البداية وروحت ادوّع عايز اروح معرفش غير اسم المنطقة اسمها سيشوانجبانا فروحت الصين فين سيشوانجبانا يقولولي اطلع كده اطلع كده مشيت لغاية ما وصلت منطقة طبعا كان ممنوع دخولها للاجانب وروحت هناك قالك عشان تخش منطقة سيشوانجبانا لازم تاخد تصريح من البوليس اروح للتصريح اقول له يعني سيشوانجبانا ولا فيه لغة ولا بتعمل صيني ولا بيتكلم انجليز ولا بيتكلم مية حاجة راجل طبعا مية ومية ومية يا عم ارجوك فقررت ان استعمل طريقة يمكن معروفة عندنا هنا في مصر في ناس بيسموها التلامة قلت انا حاعد للرجل ده لغيته زهاء في عشته يا يخلص مني يخلص انا مني فقررت جيد قدام المكتب بتاعه وبلغتنا البلدي وقلت ايه وادي قعدة لحد يوم قال له عايز نعرفك الغلاثة والتلامة انا اعدت له على الارض وبعدين انا هناك ما بيبقاش معي هدوم ولا بتاعنا ببقى انسان بسيط جدا مختلف كده اني بتبقى طويلة ويبقى شكل مختلف عن كده تمام فقعدت قدام البتاع وكل واحد يفوت اقول له سيش وانجبانا سيش وانجبانا مية يومي فجي الراجل الرئيس بالصدفة اخي ما زيق مني بعد 3-4 ساعات قال هذا الراجل ده فدخلني وداني التصريح بتاع سيش وانجبانا ودخلت هذه المنطقة وطبعا كان لسه ما عنديش خبرة كنت اواخد حتى معايا واحد كنت اواخد معايا واحد مرشد عشان اتفرج على داخل الغباط وبعد ساعتين 3 الراجل المرشد قال لي انا مش هقدر اخش اكتر من كده دي مناطق خطيرة وفيها تعبين وفيها نمور قالتو بس انا لسه ما شفتش حاجة انا عايز اخش شوية كمان قال لي لا ما اقدرش فقالتوه خلاص استناني في القرية اللي برا دي انا حتمشى كده ساعتين 3 واركة اتمشيت طلعت بعد اسبوع ولا معايا تجهيزات ولا معايا حتى سكينة انا تهت انا تهت داخل الغباط ومايتش عارفها فكان لازم اصارع على حياتي الاقي تعبين طبعا افضل نص يوم اجري ورا لازم اموت بالطرر اكله نايا احيانا في بعض الحالات باكل بعض بيض الطيور باكل انواع زي انواع الخاص حتى فيه نوع عندنا بيتسمى بالانماني الكليه يشبه البرسيم باكل كل ما اجده واشرب من اي ميا لقيها وطبعا ما كانش الميا جبنا لك المياه دين دي فيها مغلقة وزي الفلة وعايز الشمي طبعا الليل داخل الغابة الليل داخل الغابة اول ليلة طبعا رعب اول ليلة طبعا يعني رعب وبعدين الحيوانات طول الليل ايه اه وبتعتقد بقى ان كل الحيوانات دي جايالك انت بقى فتبقى ليلة يعيني تشوف لك حتا جنب شجرة ناهيك عن النمل والتعابين والبلاء والسوداء دي فبعد كده كملت رحلة بتاعتي ورجعت من الرحلة رحلة كانت حوالي ثلاث شهور لم يعلق في زاكرتي من هذه رحلة كلها غير الاسبوع اللي انا تهتفي داخل الغابة الموضوع كبر في دماغي وخصوصا الليل داخل الغابة والصراع من اجل الحياة فقررت ان ما حدث بالصدفة اني اخده طريق لي وبدأت انصق رحلاتي اخد خط الاستواء كله تعملها بقى شيء منظم ومنهجي اه بس انا مش عايز ما كنتش عايزة اديها الصفة العلمية انا متعامل وان كان فيه كمية معلومات اكتسبتها من خلال هذه رحلات يعني كبيرة جدا لكن انا كان هدفي الاساسي نوع من الحياة انا باكتشف لما سيادتك تعرف النباتات اللي على وجه الارض الانسان لم يكتشف منها حتى يومنا هذا الا 3% 3% كل الاجوية والعلاج والمواضيع بتاعنا كل ده بنتحرك فيه 3% فما بالك بال 97% سبحان الله ولذلك انا قلت في كده في اكتر برنامج في التلفزيو قلتلوم هناك نبات شفته في الصين وشفته في الكونغو وشفته في الجابون وشفته في امريكا الجنوبية في كولومبيا وشفته في اكوادور بيطلع كده بجانب اي مية ويتكاسر البتاع ده تغليه تديه لأي واحد عنده ملاريا بيصح وما بيكلفش اي حاجة وقلت ربما انسان هنا يهمه القمر يقدر ده بتاخد بتاعه وتبدرهم كده البلد تتملي بهذا النبات وما فيش ملاريا خلاص ولا محتاج علاج في حاجات فيه زي ما انا قلت لسيادتك اكتر من مرة فيه الشجر اللي بينبط في المياه الملح في وسط المياه الملحة انا كنت في ماليزيا في جزيرة تيومان وفجأة اكتشفت البحر والمحيط وفي وسط المحيط شجر طالح يان هربيت الشجر ده بيتعمل ازاي وبيعمل ازاي وبتوقع بحاسة طبعا في الموضوع ده واكتشفت بعدك كده ان الشجر ده بيكبر لدرجة انه يعمل غابات وبيحمي تآكل جو المياه الملح جو المياه الملح سبحانه ربك بالمناسبة فيه نوع من هذا الشجر كمان ينبط في الصحراء بدون ماء يا ساتر النوع ده فيه 250 نوع من هذا النوع من الأشجار بينبط بدون ماء بينبط بنسبة الرطوبة بس اللي في الجو وبيعمل غابات كثيفة يعني الامكانيات موجودة ربنا خلق حاجات كتير 3% من النباتات بس اللي كل حركة الإنسان على وجه الأرض تتحرك في تلك فأنا رايح أشوف السبعة وتسعين أشوف جزء منهم وشفت حاجات وشفت لنود الحمر شفت أكلت لحوم بشر آه أكلت لحوم البشر دي لهم حكاية الأول عشان نبقى واضحين المعلومات اللي عندي أكلت لحوم البشر غير موجودين على الأرض إلا في مكان واحد فقط الحكايات والأساطير اللي بتقال كلها فيها شيء من المبلغة معلوماتي إنهم موجودين في آخر جزيرة في شرق إندونيسيا الجزيرة دي مقسومة نصين النص الشرقي اللي هو دولة بابوانوي جوانية وجزء الغربي اللي هو إيريان جاية في جزيرة إيريان جاية موجود أكلت لحوم البشر وكان عندي من الشجاعة إن قلت إيه توكل على الله وروح شوف الجماعة دول فوصلت الموضوع ده وأما وصلت عند قرية قريبة من هائلة لقى الغباط لقيت عندهم في شريط فيديو الناس بيتفراجوا عليه هناك وقالوا لي ما تخشش الغباط دي لي يا جماعة قالك اللي بيخش ما بيطلعش يعني اللي بيخش قالك كان فيه ثلاثة هولنديين داخلين يعني مع رشو ما طلعوش خلص وبعدين فجي أهليهم يسألوا عليهم فدخلوا واحد من أهل القرى يحاول يستكشف هذا الموضوع فاتضح ومدخلين معا كاميرا ومن هنا جيه شريط الفيديو إياه ده وقال قبل المجموعة دي وقال لهم أنتوا عملتوا فيهم إياه قالوا لي شوناهم وكلناهم وأحلى حتة فيهم فين قالك الرئيش اللي عند الكوع والمشعف الغضاريف يعني ده فأنا حسيت أننا تجاوزت حدودي في هذه اللحظة وشريت الفيديو ده راح فين ما أنا ما لديش دعوة به ده هو موجود عندهم وبعدين شريت الفيديو ما بيصورش هم ما بيأكلوهم إزاي ده هو ما بيقولوله إن إحنا كناهم ده الدليل عليهم فأنا حسيت أن أنا عندي أطفال صغيرين وأن أنا كده تعديت حدودي وأن أنا دلوقتي بلقي نفسي إلى التهلوكة فقلت لا في هذه اللحظة الجبن إيه من الصفات الحميدة في هذه اللحظة عزام البشر موجودين وحتى يومنا هذا وبيطبقه هذا الموضوع هي قبائل بيسموها قبائل إليان ومامي وأثناء الكتاب كنت بحاول مرينك كتاب بقى وأنت بتحكي الحكاية ده كتاب بتقولي من أقوى الكتب يعني من الكتب المبيعاتها جيدة الرحلة والغابة الأنوان الفرق اللي تحت إيه الوقائع الحقيقية لرحلاتي في الغابات الاستوعية كل أحداث هذا الكتاب أحداث حقيقية 100% وحتى لم أصور نفسي بأكبر من حجمي ولا أنا بالعكس أنا عملتها أشياء طبيعية بشرية جدا بما فيها لحظات الضعف المفروض وإنت ماشي تديني بيها الكتاب ده إن شاء الله إن شاء الله شكلك كده مش عايز لا إن شاء الله بقول لحضرتك إيه حكاية عادات الطيور وطائر الكوكوك من خلص العزام الأول أكلت العزام أكلت العزام أكلت العزام أحدوطة طويلة ما ده عشرين سنة يبقى زي ما احتفقنا أنا هبعت لك أنت مسافر مش هقولي المعات برضو عشان أنت لي ما يتستمراش أنت مسافر خلال يومين صح وأنا قبل اليومين إن شاء الله هكون نصور معك جزء آخر ده وعد من حضرتك للناس على الهواء ده شرفنا جميل عزام البشر عزام البشر قبائل اليان ومامي بتعمل إيه بتحرق الجسز بتاع الميتين بتاعها وبعدين بيلموا العظم وقبائل اليان ومامي دول هويين كل ما هو في صفة البدرة فيين بقى اليان ومامي دول اليان ومامي بيعيشوا في أما ننزل من فنزويلة رايح على كولومبيا والبرازيل هم في شمال شرق البرازيل وفي جزء عايش عند الحدود الكولومبية ودي مشكلة كبيرة الوصول إليهم لأن عشان توصل لهم لازل تتعدي من المناطق اللي بيتحكم فيها تجار الهروين فأي واحد بيقارب عندهم بيقارب هم بيعشوا أي حاجة في بودرة آه القبائل دي كل ما هو بودرة والقنابائل دول مشهورين بالبودرة اللي بيحطوها في البوصة الطويلة وراجل شابا ما يوصل سن البلوخ لازم نوع من المواد المخدرة وبوصة كده وينفقوها في مناخيره فإذا استحمل ده يبقى راجل يبقى راجل ما استحملش ما استحملش بلسه عائل صغير محتاج شوية تنشيع وبعدين بيجيبوا العزام دي وبعد سنة بيجيبوا العزام دي يحولوها إلى بودرة برضو وبيجيبوها بيحطوها بيخلطوها في عصير الموس وبس أهل الميت يشربوا هذا العصير حتى يعيش هذا الرجل في أكساد عائلته بصفة 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 دايمة قبائل من القبائل الغريبة والمنطقة دي بالمناسبة المنطقة دي اللي بينشأ منها نهر الأمازون المنطقة دي بينشأ منها أكبر نهرين أو من أكبر نهرين نهر الأمازون بينزل على تحت ويصب في المحيط الأطلنطي عند مناوس والنهر الثاني نهر الأورونوكو وبيصب عند سيودات بولوفار في فنزويلة منابع النهرين دي من أكبر منابع الأنهار وأنا حتى كاتب في كتابي أن أنا ابن دلتا ودي النيل في مصر لم أكن أحلم في يوم من أيام أن أجلس في دلتا نهر الأرنوكو أو أجلس في دلتا نهر الأمازون يعني أنا أعتبر ربنا تفضل علي فضل كبير جداً وأعطاني هذه الجنسة عندي سؤالين مهمين أنا لازم أختار من الأسئلة يعني أنتقي وهسيب الباقة أنا بشوق الناس بس تفضل أنت على وعد إن شاء الله طائر الكوكو ده طائر الكوكو ده طائر ده طائر لقيم ابن لقيمة وفعلاً ابن لقيمة بالضبط أقول لي ستك ليه طائر الكوكو ده بيعيش في جبال القلب الأول أنا في جبال القلب في أوروبا كان لديه واحد صاحبي يقول لي ما تنساش حاجة أما تبقى مسافر وفي مكان غريب فأنت زي بيضة الكوكوك الكوكوك أه إيه يا عم بيضة الكوكوك عد ده بحاس الكوكوك ده ففي طير بيعيش هناك طير غريب الشكل ليه عادة غريب الطير ده بيعمل إيه أما يبيض عشرين بيضة فبدل ما يعمل عشة ويقعد عليهم ويتعب نفسه يقول لك لا أشوف واحد تاني يعني رجل غلبان ولا بتاعي يعود لي على البيض بتاعي فيفوت على عشوش العصفير التاني يجي على عشة العصفور ده يجي موقع بيضة من بيض العصفير فردنا العصفور ده عنده سبع بيضات يوقع بيضة يزوق بيضة يوقحها ويحط بيضة هناك عشان العدد يبقى مكتمل فيوزع العشرين بيضة على عشرين عشة ياخد البيض بتاعه هو يوجزه على البتاع يوقع من كل عشة بيضة بيضة على الأرض تتكسر طبعا ويحط بيضة ده لسه ده لسه هتشوف ابنه بقى ابنه لئيم ابنه لئيم كمان فيوزع العشرين بيضة بتاعته على عشرين عشة على عشرين عش يوقع من كل عشة بيضة من الطيور التاني عشان يقعد لهم بيضة من عنده فهو هم اللي يرؤدوا على البيض العصفور يغرض على البيض المشكلة بقى بيضة الكوكو بتفقس قبل بيضة العصفير فالعصفور قاعد على البيض بتاعه يلاقي فجأة طلع له حاجة كده والكوكو ابنه بقى اللقيم زين طبعا في الأباء في الأبناء فالتير ده يعمل ايه التير ده أول ما يكبر يعمل حاجة إذا كان فيه بيت جنبه وهو لسه أعمى يعني أنا حتى كتابها في الكتاب أقول أعمى البصر والبصير يوقع على البيض التاني عشان يحظى هو بحضامة الأم الوحدها أو لو فيه بعض البيض فأس فيزقهم يوقعهم ويخلي أم العصفور التانية تربيه بالمناسبة الأم بتاعة طائر الكوكو بتوزع الكلام ده على الأعشاش ليه هي ملهاش شريك يساعدها أم طائر الكوكو من النوع اللي هي بتؤمن بتعدد الأزواك فعندها مثلا عشرين زوك فما تعرفش مين الأب الحقيقي يلا بقى الدنيا واصل طبعا فمين الأب الحقيقي لهذا البيض ما بتعرفش الأب الحقيقي دي عائلة كلها ماشية زي طبعا أفعال شيطانية أفعال طائر شيطاني فعلا غريب وصرته معاك في الكتاب أه طبعا 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 طائر الكوكوك طائر الكوكوك أخذ سؤال عشان أنت عارف أن أنت قابلت الحالة والقضية الشائكة اللي موجودة معي أه طبعا أه حيوان غريب جدا قابلته أنت في المغارة أه تحت الأرض أه أنا أنا فيه حاجة غريبة فعلا دي يعني أعتبرها فعلا صبق صحفي حاجة مميزة جدا أنا جت لي في الفترة الأخيرة في السنة الأخين هواية تانية يعني لا تقل ووجع قلب عن الهواية الأولى إن أنزل في المغارات اللي تحت سطح الأرض والمغارات دي طبعا ظلمة مطلقة ومياه وبننزل بحبال وبعانة كشفات لو الكشف بس هتموت مش هتعرف تخوك خالص فبنعمل حب على عمق 365 متر تحت سطح الأرض ما فيش حياة إلا بعض أنواع البكتيريا أو بعض أنواع اسمح فضل أنا سمح لك ده كل داي نشف الريد ده كل قصة الوحديها حكاية فعلى هذا العمق من هذا البتاع اكتشفت أن فيه حيوان طبعا مش أنا أول واحد اكتشفت الحيوان مكتشف من بعض سنين بس هذا الحيوان لم تفك أسراره حتى الآن وكل العلماء بيبحثوا في هذا الموضوع والآراء متضربة وأنا حاولت أساهم بدوري في هذا الموضوع الحيوان ده بيعيش ظلمة عاتمة فما بيشوفش لأنه ما فيش ضوء الحيوان أعمى الحيوان يشبه بعض أنواع السلماندر أو بعض أنواع السحالي طوله حوالي 30 سنتي وكنت جايب والله الصور والفيديو بتاعه الجماعة الحرمية اللي سأقول الليب توب خدوا الصور معهم ربنا مش هسمحكم أبداً والله الناس كلها كانت تفرج عليها آه طبعاً 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 وبناشد الأمن ربما يشد حيله معنا في الموضوع يشد حيله بصراحة انت اخترت المكان مناسب لمنجدة الأمن يعني احنا الأمن يعزينا جدا أول أمن في مصري في بلطين فعلاً كانوا ناس مؤدبين وناس معايا وناس محترمين وبيبزلوا وربما يفاجهوا الحيوان ده فيه مستين غريبتين آخر المعلومات اللي عندنا هذا الحيوان يأكل وجبة كل 8 سنوات تخيل لو أنا مش أدر أتخيل تخيل لو الإنسان اكتشف السر كيف يعيش هذا الحيوان 8 سنين والوجبة إيه؟ مش فول وطعمية ولا لحم ولا بتاعه ده وبيقوم يأكل نموسة ما فيش نموس بالمناسبة ده فيه حاجة بعض بتاع زي الهبوش نقوله عليه بتاعطير صغير كده الهبوش أو بعض أنواع البكتيري كل 8 سنين يأكل شوية بتوع من دول ويفضل 8 سنين الوجبة اللي بعدية بعد 8 سنين ده آخر المعلومات في المصاري العاملية المشكلة الأكبر والأهم في هذا الموضوع الحيوان ده أي حيوانات في هذا الحجم بتعيش 3-4 سنين هذا الحيوان بيعيش 70 سنة في عمر الإنسان تعيش يعني يأكل في 70 سنة 10 واجبات أعتقد 9 9 9 واجبات المشكلة الأكبر هذا الحيوان عندما يتجدد جلده جلده بيسموه إيه؟ لا يشيخ يعني جلده بيفضل كما هو جلده بيفضل حافظ نداته لحد 70 سنة فعشان تتابع حيوان زي ده عايز مجين 300 سنة ده أنا عشان أتابعك أنت شخصيا أنا بسموهندس محتاج 10-12 سنة الله يخلي على وعد ليك دي كانت مجرد إطلالة سريعة على الرحالة المصري ونموذج رائع لخارج المألوف والتفكير خارج الصندوق والحكاية والعيشة بطريقة مختلفة أنا خدت منه انتزعت منه الوعد وهسلمه الواحد من زماينا دلوقتي عشان يتفق معاه إن شاء الله نحصل على باقي بعض الفيديوهات الأخرى اللي معرفناش النهاردة عندنا مشكلة تقنية معرفناش نعرضها ونسجل بعض الغرائب والترائف مع مهندس وعلامة مصرية حقيقية اسمه أحمد الشهاي وبشكرك الله يخير ونورت محطة مصر شكرا